والرئيس السيسي وجه اليوم تحية وتقدير واحترام واعتزاز لهيئة قناة السويس ولكل العاملين فيها على جهدهم في حل أزمة السفينة الجانحة بأقل الخسائر وإعادة تسيير حركة الملاحة وأكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي العالمي بقناة السويس هذا المؤتمر المهم جدا واللي تبعه وكالات الإعلام العالمية أنه هيئة القناة تمتلك فريقا للعمل بيتمتع بخبرات كبيرة جدا تصل لأعوام كثيرة في إدارة القناة وحركة بناء السفن والتجارة العالمية متشكرين حاجة جميلة جدا جدا وأنا طبعا حبقى لقاء الكلام فيه في الموضوع دوت لكن أنا بشكركم مبدئيا كده على الجهد اللي تعمل وعلى الدور الكبير أو اللي عملته اللي هيئة بكل عناصرة كان منظر محترم بيدل على خبرات كبيرة وقدرات كبيرة والحقيقة الأداء كان أكتر من مشرف أنا يمكن كنت متابع يعني متابع الموضوع مع السيد الفريق أسامة ويمكن في توقيتات ما تستغربوا لها جدا الساعة 4 الصبح عامل إيه لكن كنت مطمئن إن الأمور إن شاء الله بفضل الله حتنتهب بسلام وبخير وطبعا الحقيقة إن شئنا نحن نسميها عزمة يعني اللي حصلت ديت أكدت حاجة يمكن نكون إحنا مكناش نتمنى إن يحصل حاجة زي كده ولكن المقادير بتعمل أو الأخدار بتعمل أعمالها يعني أو أفعالها فإحنا لكن هي شورت شورتت أو أكدت نبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة جدا لواقع بقالوا 160 سنة تقريبا يعني إحنا 1969 نهاردة يعني ممكن نقول 150-160 سنة قناة سويس دي ترسخت في وجدان صناعة التجارة العالمية كده فهي بس حبلت في ظل الكلام اللي بتقال كتير عن يعني عن بدائل وكلام من هذا القبيل لا لا ده مرفق عالمي للتجارة الدولية